احنا النهار ده طبعا هنبتدي اكيد بحبيب قلبي اللي تعصب كده ورح قايم مدي عرصته بالقلمين في الشارع ويخرجه من الكوافير حبيبي يعني اخته برضه اخته كانت متضايقة يعني قاعدت كتير في الكوافير فاللي هو يعني مجرد ما قلت له كلمتين فقام فرم مراته اللي هي زوجة المستقبل يعني فمن هنا بقى يعني ايه يعني ايه راجل يعني مش اقول لك بقى ان دي لسه لسه مراحوش بيت الزوجي يعني ده النية مبيتة اللي هو بيقول للناس كلها في الشارع وبيقول للست دي انا بضرب انا كده الراجل ده نوع ايه يعني يعني ازاي بصفا دلوقتي طبعا السلوك ده غريب لان احنا نرجع نقول يعني عارف زي ما انت قلت ما استناش حتى يحصل حاجة زي كده بس ده بيأكد عن نقطة مهمة ان غالبا اي عيب في الراجل او في الست موجود غالبا فترة الخطوبة او قبل الجواز بتبين حتى لو كان ضرب حتى لو كان شتيمة حتى لو كان اهامة حتى لو ترياءة حتى اي نوع فغالبا بيبقى فيه علامات او ريت فلاكز بتبينة في الفترة الاولانية اثناء فترة الخطوبة يعني فيش حد يجي يعني حتى ميجي الناس بعد كده مشاكل عزين طلقوا عزين مشاكل في الجواز او انفصال فتسأل السؤال البسيط حالي الحاجات دي ما كانتش بينة قبل الجواز يولاك لقى كانت بينة بس انا اللي تنشت او تعديتها ايوة يعني لان الناس لما تخضت يعني انا قلت كذا حضرتك قلت استحالة هيدربها في ليلة فرحة غير لما يكون كان فيه زواهر وعلامات قدامها بينة اكيد اكيد سب قبل كده واكيد مد ايده قبل كده يعني يعني عشان بس الناس ما تتخضش تقولك ايه الجبرود ده يعني اكيد كان فيه علامات قبل ده بالضبط لان فيش حد مقس فجأة بدون اي سابق انذار دلوقتي يعمل كده بس ده بيلاق اكيد فيه حاجات سمات في الشخصة لان احنا برضو للأسف فيه حاجات اللي هي توكسك مسكناتيا او فكرة المرخيم شخصيات السمة لا فكرة الرجلية الافكار الرجلية السمة فكرة ان الراجل الراجل عشان ده مفهوم الراجل لا يبقى لازم اغاليز لازم اجديد لازم يبقى 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 ان هو يتباح لها القطة المفاهيم المجتمعي اللي كانت موجودة للأسف رغاية النهاردة موجودة يعني زمان كنا فاكرة كان بإعلان يقولك الراجل مش بس بكلمته الراجل برعايته لبيته وقسرته بصدق ده كان حاجة احنا كان في التسعينات فاحنا بنتكلم حاجات دي كانت مفاهيم معينة زمان برضو كان يقولك ان الراجل كان يجيب بنت بنتي مجاوز تاني او عشان مراته ما تجيبش بنتي شوفه العلم قالك لا ده هو الراجل المسؤول عن البنت او الولد كل المفاهيم دي لما بتتصحح عند الناس مفروض دي تصلح الافكار دي لا ده هو كده رسمي دبح لها القطة يعني ورسمي كمان يعني دي اخته دي اللي سخنته اللي كتبه في الاخبار انه اخته راح تقيت له كلمتين وراح تقام ضربهم فتخيل بقى كمان يعني ده بحلها القطة قدام اهله وقدام الشارع وقدام كل الناس العالم كله مصر كلها طيب بعد كده بقى كمان كل ما اخته تقوله كلمة ده خلاص كده احنا عرفنا ان اهله هيبقى تأثيره قد ايه على الست دي يعني هم هم كمان اللي هيمشوها على العجين ما تلغبطه واهلها اثبتوا بالطريقة دي انه هم عمرهم مفوا في ضهره اه كمان يعني هي بالنسبة انه دي بقى المشكلة في ايه دلوقتي احنا الامان الاساسي هو البيت مغضل قبل الجوازة قبل حاجة هو الامان يبقى من البيت فدخل بقى ان البيت المفروض هو بيحمل الست والبنت اول حد لما حد جي عمل فيها كده ما دوش اي رد فعل وده وانه هو يبقى قريبها ده منطق يعني يعني ده مبرر ان انا يبقى ابن خالتي ولا ابن عمي ولا ابن عمتي فانا لما اتجاوز حد قريبي ده مبرر يعني ده منطق ان هو يفضل بيلطش فيه وبيضرب فيه عشان اصله قريبي وعيلة واحدة عشان دي مشكلة مش بس الحالة دي دي مشكلة ناس كتير يعني نسبة كبيرة من مجتم ما ينفعش طبعا ارايب ما لهاش علاقة لان ارجع اقول في الاخر يعني هو اما نفس الفكرة نقول برضو احنا نجد نقيم بناحية تانية في بعض الناس بتلاقي ان الاخ بس يدرب اخته ليه لمجرد ان هو ولد يعني البنت عامت حاجة هو يضربها انت بيضربها ليه تفهمش يعني الفكرة كلها ده راجل هو اللي ايه يمشي كلمته فدي مفاهيم بتبقى ساعات للأسف الست بتتجوز عشان تهرب من البيت فساعات الهروب من البيت ده بيوديكي في مشكلة تانية اكبر